اشتركوا في القناة وكان مصبا بمرض مزمن من نوع فقرة دم المجري كما سبق له ان اجرى مؤخرا عملية جراحية كما طالبت ام الاستاذ في التعليم التانوي التأهيلي السلطة المعنية بفتح تحقيق عاجل حول الاسباب الحقيقية لوفاته لمعرفة الظروف الواقعة ومن جانبه اوضح ابو الشاب ان المتوفى كان قد استفسر الاطقم الطبية حول مدى امكانية سلقه للتلقيح بالرغم من مرضه فاكدوا له امكانية ذلك اشتركوا في القناة